موسيقى نشرة الأخبار من قناة من شباب معكم هشام الزياد وأماني علوان وتتابعونا فيها استعدادا لتحريرها الجيش يطبق الحصارة على ميليشيات الحوثي في قانيا في البيضاء وتدفق لتعزيزات ضخمة من المأرب والشبوه وشرعية تسيطر على عدد من المواقع بجبهة كتاف وقائد محور صعدة المعركة لن تتوقف إلا بعد التحرير الكامر وتتابعونا أيضا الميليشيات تفشل في إطاق فاليسيين على مأرب والبيت الأبيض يدين هجوم الحصيين على ناقلة نفط قبل تميناء الحديدة إلى التفاصيل أهلا بكم والبداية من نهم حيث أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا كبيرا في المديريا شرق العاصمة صنعاء وذلك عقب معارك ضارية ضد ميليشي الحوثيين الإيرانية وقال المتحدث باسم الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله ناجي الشندقي قال إن الجيش فرض سيطرته على سلسلة جبال العقد وجبال السعلي في المدرية وكبد الميليشي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 23 من ميليشي الحوثيين وجرح العشرات منهم وأشار المتحدث إلى أن المقاتلات التحالف العربي شنت غارات طالت تعزيزات للميليشيات في المنطقة وأسفرت عن تدمير أربعة أطقم من وستة عربات وعربتين من عيار بي أم بي أكد العقيدة شندقي أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم للجيش الوطني وفرار الميليشيات نحو العاصمة صنع عسكريا أيضا فرض الجيش الوطني حصارا مطبقا على منطقة قانيا الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء استعدادا لاقتحامها وتطهيرها من ميليشي الحوثيين الإيرانية وقال ركن التوجيه في اللواء 117 محمد العواضي أن الجيش عزز من تواجده على أطراف منطقة قانية وبانتظار الأوامر العسكرية لبدء عملية التحرير مشيرا إلى أن الجيش كان قد سيطر على جبل الوعيل وأن الميليشيات تعيش حالة من الهلع جراء التعزيزات العسكرية التي دفع بها الجيش الوطني إلى تخوم المنطقة العواضي أشار أيضا إلى أن الحوثيين الإنقلابيين أفرغوا معسكر السوادية ويتمركزون بمنطقة الواديان مؤكدا على أن الجيش الوطني سيسرع في عملية التحرير بهذه المناطق وتأمين حركة مرور المسافرين من مناطق سيطرة الميليشيا إلى مأرب لافتا إلى أن الميليشيا ليس لها حاضن شعبي في كافة محافظة البيضاء الأمر الذي سيسهل دخول الجيش إلى مناطق قانية وسوادية وإنجاز التحرير بشكل سريع هذا وقالت هيئة الأركان اليمنية أن وحدات من الجيش الوطني بدأت بالتقدم من محافظتي مأرب وشبوة باتجاه البيضاء وفاد موقع سبتمبر نتا التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن تقدم القوات الحكومية يأتي في إطار الإسعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثيين وفي السياق ذاته شنت مقاتلات التحالف العربي غرات جوية سدفت مواقع وأهليات الميليشيا الحوثي في مناطق مسعودة والعر ومحجان وحوران وقانية وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاش وعربة مشاه ومخزن أسلحة إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات في هذه الغرات شمالا حيث قال قائد محور صعدة العميد الرقن عبيد الأثلة إن معركة تحرير محافظة صعدة محقل ميليشيا الحوثيين الإيرانية لن تتوقف إلا بعد تحريرها بالكامل نعم وأشر العميد الأثلة في تصريحنا الصحفي إلى أن المعركة في جبهة صعدة على أشدها منذ انطلاق العملية العسكرية السبت الماضي وعضها أن قوات الجيش الوطني باتت على بعد عشرة كيلومترات من منطقة مران مسقط رأس زعيم الميليشيا الحوثية وأكد قائد محور صعدة أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت وأن الجيش يواصل تقدما متسارعا في كل جبهة المحافظة لسيما جبهة الظاهر الملاحظ التي تعد المعركة المفصلية مازلنا عسكريا حيث لقي أكثر من مائة وثلاثة عشر عنصر من مليشاة الحوث الإيرانية مصرعهم في معارك عنيفة شهدتها مدرية الظاهر شمالية غرب محافظة صعدة خلال خمسة أيام من المعارك الدائرة هناك وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني أحرزت خلال هذه المعارك تقدما ميدانيا كبيرا وتقدرب من منطقة مران مسقط رأس زعيم الميليشيا الحوثية وأشر المصدر إلى أن محاولات الميليشيا يقودها المدعو عبدالله الرزامي وأبو هدى الهداوي وأبو مهدي فشلت في استعادة مواقع خسرتها خلال معارك بجبهة الظاهر التي فتحتها أو فتحها الجيش الوطني كخمس جبهة قتال ضد الميليشيا في محافظة صعدة إلى ذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية لميليشيا الحوثيين الإيرانية في مدينة الحديدة على ساحل البهر الأحمر وقال مصدر محلين عدة غارات لمقاتلات التحالف العربي طالت مطار المدينة ومعسكر دفاع الجوي في الحي الجنوبي للمدينة وشملت الغارات وفقا للمصدر مستودعا يقع ما بين معسكر الدفاع الساحلي ومدينة البيضاني السكنية في منطقة كيلو سبعة فشلت ميليشيا الحوثي الإيرانية في إطلاق صاروخ بلستي من مدرية همدان شمال عاصمة صنعاء باتجاه مدينة مانب وقال مصدر محلي إن صاروخا أطلقته الميليشيا من منطقة الجايف بمديرة همدان سقط في منطقة بني سبعة بمديرة أرحب شمال صنعاء وأضاف المصدر أن الصاروخ سقط في مزرعة للقات ولم ينفجر ولم يتسبب سقوطه في حصول ضحايا في موضوع آخر أدان البيت الأبيض هجوم الميليشيا الحوثية على ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر معتبرا أن الحوثيين يهددون حركة الملاحة التجارية العالمية بشكل معلن وقال البيت الأبيض إن محاولة الحوثيين استهداف سفينة تجارية يعد تصعيدا للحرب لفتا إلى أن النظام الإيراني يحاول إطالة أمد الصراع في اليمن عبر تسليح الحوثيين وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد أكد أمس أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية المسلحة والمدعومة من إيران إلى موضوع آخر حيث يتدارس قربة ثلاثين ممثلا عن مكونات شبابية وثورية لوضع معالجات للأوضاع والدفع بشباب الثورة في إطار توحيد كافة الجهود ولملمت شتات شباب الثورة وأوضح عضو تيار فبراير معتز الشرجبي أن تعز تمر بمرحلة فاصلة ووصلت إلى مرحلة خطيرة وهناك تصعيد في الاغتيالات ما جعل المكونات الثورية تبادر لدراسة الوضع وطرح الحلول والمعالجات لتلبية لرغبات الشارع والمواطن الذي يطمح لتحسين مستوى الجوانب الخدماتية والأمنية نعم وأكد الشرجبي أن هناك طريقة تعكف المكونات عليها تهدف للدفع بشباب الثورة إلى السلطة لتقديم الرؤى وتحقيق أهداف الثورة وضف الشرجبي لازلنا في مرحلة دراسات أليات العمل من أجل تشكيل ضغط على سلطات لوضع حد للإنفلات الأمنية في تعز مشينا إلى أن هناك نقاشات ورؤى تطرح بمختلف الجوانب لكن الجانب الأمني سيعجل به نظرا لمستوى الوضع الكارثي التي وصلت إليها مدينة تعز لأكثر من ألف يوم تخفي ميليشيا الحوثين الإيرانية السياسية اليمنى محمد قحطان شريمة تتحمل القيادات السلالية للميليشيا المسؤولية عنها فيما لا ينسى شعب اليمني قحطان الذي سجل عشرات المواقف إلى جانب الأمة اليمنية في مواجهة الإماميين ورفض بشكل صريح أي حوار تحت سلاح الميليشيات ثلاثة أعوام مرت على جريمة اختطاف وإخفاء قائد السياسة وملهم المقومة قحطان وعام رابع يرجو وهو لا يزال مختطفا ومخفيا في سجون عصابة الإنقلاب وميليشيا الخراب ألف وخمسة وتسعون يوما وقحطان في السجن الذي لا يعرف أحد أين هو سوى زعيم عصابة الحوثيين المجرم عبد الملك الحوثي والقيادات السلالية الحوثية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن إخفائه وإن كانت قيادة الميليشيا تخفيه وتجعله وحيدا في السجن غير أن قحطان رجل السياسة وملهم النضال ورمز المقاومة كأن قد ترك أمة يمنية من فكر وروح وإرادة قحطان القائد الذي سكن اليمن بداخله ومن أجله خاض مراحل متعددة من الانحياز في النضال السياسي إلى هموم وتطلعات القطاعات الشعبية المقهورة والمحرومة من أبسط حقوقها طيلة حياته النضالية وقحطان يبحث عما يجمع اليمنيين ويسعى لبناء جسور شراكة بين القوى السياسية والحركات الاجتماعية والتكتلات الشبابية لتبني المشروع الوطني في تآلف سياسي يمني واسع يحمل هموم الشعب ويدافع عنها ويواجه نظام الظلم وسياسة الإفساد ويقاوم عصابات السلاح وميليشيا الخراب وحينما أسقطت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عاصمة الدولة صنعاء حاولت إخضاع محمد قحطان وإجباره على الإقرار بإنقلابها ومنع شرعية الإجراءات التي اتخذتها ضد مؤسسات الدولة ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية لكن قحطان الذي انحز في نضاله لليمن واليمنيين دوما رفض الانحياز لميليشيا الحوثي عدو اليمن ورفض المشاركة في الحوار تحت سلاحها ظل معتصما ضدها بحضور المبعوث الأممي الأسبق جمال بن عمر مطالبا بتحرير الرئيس ورفع الإقامة الجبرية عنه وداعيا لتشكيل جيش يمني من كل المحافظات لحماية أمن صنعاء حتى يكون هناك حوارا متكافئا لا تكون عصابة الإنقلاب هي الحاكمة لمخرجاته وما إن تحرر رئيس الدولة من قبضة الميليشيا حتى سارعت فورا لمداهمة منزل القائد محمد قحطان ووضعته تحت الإقامة الجبرية قرابة ثلاثة أشهر ثم قامت باختطافه وإخفائه ومن ذلك الحين وهي ترفض السماح لعائلته بزيارته وشنت عمليات قمع وحشية ضد أسرته أمام الأمن السياسي وفي أكثر من شارع وتعكس الميليشيا بذلك حجم حقدها ليس على قحطان الشخص وحسب وإنما أيضا ضد قحطان القائد المسكون في داخله وطن مختطف تحت قبضتها شعب وضعته رهينة لحربها الدموية المدمرة نبقى في نفس الموضوع حيث انطلقت مساء اليوم الأربعاء حملة شعبية تحمل هاشتاغ الحرية لقحطان للمطالبة بالإفراج عن السياسي المعروف وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد قحطان ويتم إطلاق الحملة تزامنا مع الذكرى الثالثة لاختطافه من قبل ميليشيا الحوطين الإيرانية في الرابع من إبريل من العام 2015 انطلقت مساء الأربعاء حملة شعبية واسعة يقودها ناشطون في الداخل والخارج للمطالبة بالإفراج عن السياسي البارز وعضو الهيئة العليا لتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان المختطف في سجون ميليشيا الحوثي تزامنا مع الذكرى الثالثة لاختطافه والتي تصادف الرابعة من إبريل وتدعو الحملة التضامنية الواسعة مع قحطان المجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن قحطان بعد مخاوف من تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بمرض السكري فيما يواصل مسلح جماعة الحوثيين الإنقلابية إخفاء قحطان قصرا في صنعاء ومنع أسرته من زيارته أو الإطمئنان عليه منذ اختطافه في الرابع من إبريل لعام 2015 في صنعاء في حين يرى مراقبون بأن الحوثيون يريدون وضع قضية المختطفين في بند من بنود التفاوض ويعتقدوا إنها ورقة قوية في أيديهم في حين أبدى الكثير استنكارهم من تجاهل المبعوث الأممي لملف المختطفين باعتباره شرطا رئيسيا في الدخول في أي مفاوضات كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وبياناته ومنها قرار 22-16 جددت نقابة الصحفيين اليمنيين تأكيدها بعدم آمن البيئة بالعاصمة صنعاء لممارسة العمل الصحفي والإعلامي وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي إن ميليشيا الحوثيين الإنقلابية بدت أشد قمعا وتضييقا على الحريات الإعلامية والصحفية واصفا بيئة العمل في مناطق سيطرة الميليشيا بالمخيفة حيث وصل الحال بالميليشيا حد توحش واشر الأسيدي أن الصحفيين والإعلامين البقينة في صنعاء حالهم أشبه بالإقامة الجبرية واستغرب عضو مجلس النقابة أن تتصدر الحكومة الشرعية قائمة منتهيكي حريات الصحافة والتعبير في المناطق المحررة خلال الربع الأول من هذا العام مؤكدا أن الحزام الأمني والنخاب المدعومة من الإمارات هي من قامت بانتهاكات واسعة ومستدلا على ذلك باعتقال الصحفي عوض كشميم والاعتداء على مؤسسة الشموع ونهب أجهزتها وإحراقها وقال الأسيدي أن النقابة تأسف أن تظل هذه الأرقام تتصاعد في ثلاث سنوات من الانتهاكات حيث بلغت 900 حالة العام الماضي مشيرا إلى أن كل الأطراف تعتبر الصحفيين عدوا لها وهذه مشكلة كبيرة تعترض عمل الصحفيين والإعلاميين في اليمن وأضاف الأسيدي الصحفيون والإعلاميون يتعرضون للخذلان من قبل الحكومة ومن قبل المجتمع الدولي أما في الوضع الصحي في تعز فقد احتج العشرات من مرضى الفشل الكلوي في المحافظة المطالبة بتوفير محاليل وأدوات الغسيل الكلوي لمركز الغسيل في المستشفى الجمهوري في المدينة وافترش المرضى المحتجون أرضية باحة المستشفى تعبيرا عن احتجاجهم لتقاعس السلطات والمنظمات عن تزويد المركز باحتياجاته من الأدويات ومحاليل الغسيل وإنقاذهم من موت محقق ويأتي الاحتجاج بعد يوم واحد على إعلان إدارة المستشفى وفات حالة مصابة بالفشل الكلوي فيما ترقد أخرى في العناية المركزة وفقا لما أكده مدير مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري عصام العلوفي معنا 120 مريض في المستشفى الجمهوري قبل شهر أجان هنا وقفة احتجاجية وعدونا بأنه يوفروا أدوات إلى الآن ما وفروش أي أدوات المرضى في حالة موس هريريا الآن أمس توفت حالة والحالة الثانية ممكن تتلعوا وتتأكدونه بالعناية المركزة اسمه مهيوب قاسم دخل نتيجة مضاعفات عدم عمل الغسيل أمس وجهونا إلى المستشفى الثورة حصلنا 24 فلتر أنا مع 120 مريض ما أشأش الحل في بهم أنا أكلمتكم قبل فترة إنه المرضى يتراقصون نتيجة الوفيات ما فيش أي إيجابة الآن نحن من الصباح هنا لا محافظ لا وكيل ولا حد ما فيش أي واحد أعطلنا أي اهتمام وعن المساعدات الإنسانية خرج مؤتمر جنيف الخاص باليمن بحصيلة تجاوزت ملياري دولار وذلك بهدف مواجهة الوضع الإنساني المتردي في البلاد نعم حصيلة أعلنتها عدة دول شاركت في المؤتمر والتزمت بتقديمها للأمم المتحدة فيما يستمر الوضع على حاله فيما يخص انتهاكات الميليشيات الحوثية وعرقلتها للعمل الإغاثي والإنساني ونهبها للموارد الإغاثية والمساعدات بحضور أربعين دولة ومنظمة عربية وأجنبية في مؤتمر المانحين بجنيف وبرعاية مشتركة بين السويد وسويسرا أعلن المانحون عن جمع ما يزيد عن ملياري دولار لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري والمقدرة بثلاثة مليار دولار السعودية تصدرت المساهمة في المبلغ بخمسمائة مليون دولار وتلتها الإمارات بنفس المبلغ فيما سهمت الكويت بمبلغ مائة وخمسين مليون دولار وسهم الاتحاد الأوروبي بمائة واثنين وثلاثين مليون دولار والولايات المتحدة بسبعة وثمانين مليون دولار في حين سهم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة بمبلغ خمسين مليون دولار وسهمت ألمانيا الاتحادية بمبلغ أربعين مليون دولار وسهمت اليابان بمبلغ ثمانية وثلاثين مليون دولار فيما بلغت مساهمة السويسرا والسويد الدولتان الراعيتان للمؤتمر أربعين مليون دولار وتوزعت باقي المساهمات على الدول المشاركة في المؤتمر ويستهدف مؤتمر المانحين الذي ينعقد لأول مرة منذ انقلاب الحثيين توفير مساعدات إنسانية لليمن تستهدف حماية ثلاثة عشر مليون يمني من المجاعة وناقش المؤتمر اتخاذ التدابير الملموسة حول كيفية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقها على أساس مبادئ العمل الإنساني وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وفي إشارة إلى العوائق المفروضة على دخول المساعدات وألية توزيعها خاصة تلك التي تقوم بها الميليشات الحثية عندما داخل المدن المحررة وأهمها تعز واستيلاءها على المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها واستخدامها للمجهود الحربي في شان آخر كشف السفير التركي لدى اليمن ليفنت ألر عن اعتزام حكومة بلاده إقامة مشاريع اقتصادية في محافظات يمنية وقال السفير التركي لدى لقائه وزير الثروة السمكية فهد كفاين إنه سيتم الترتيب مع الحكومة التركية ووزير الزراعة والثروة الحيوانية التركية دكتور أحمد أشرف لإقامة عدد من مشاريع في محافظات عدن وسقطرة وحضر موت مشددان على استمرار بلاده في تقديم العون لليمن في مختلف المجالات وبالذات في الجانب السمكي من جانب تطلع الوزير كفاين إلى تقديم مزيد من الدعم في المجال السمكي لما من جانه الإسهام في تعزيز موارد اليمن خلال الفترة القادمة والعمل على إنجاز مشاريع في المناطق الساحرية المحررة الحرب العدوانية التي شنتها ميليشيات الحوثي على محافظة تعز ألحقت أضراراً فادحة بحياة المواطنين وسببت ركوضاً في قطاع الأشغال الحرة والبناء آلاف العمال مما كانوا يعتمدون في معيشتهم مع العمل اليومي الحر باتوا على هامش المجاعة للعام الرابع على التوالي متعففون لدرجة أن يبحثوا كل صبح عن عمل تبنى فيه أنفسهم قبل أحجار البيت التي لم يفكر مالك الأرض ببنائها ومن ذا الذي سيعمر بيتاً في زمن الدمار والحرب والخراب ومن يرضى لماله أن يدفن في التراب إذن كيف يعيش هؤلاء العمال والأعمال معدمة لدرجة أن لا يستطيع المواطن أن يرفع فوق بيته حجراً على حجر إما بسبب القصف الحوثي المتواصل على مدينة تعز أو الارتفاع الجنوني في الأسعار لا يوجد عمل ولا يوجد كل الخراب وجمار لا أخرج الحراق وجرق عقا في جموت لا يوجد قماراً ولا في شوق ولا مشغل لا غرابة أن ترى البطالة في رجل يصبح منهم في سنه تحت الرعاية في البلدان المتقدمة لكن الحاج مهيوب نعمان أصبح تحت المعاناة وتلك نقيضة الرعاية التي لا يفكر بها مهيوب وقد تجاوز ستين من عمره بل يفكر في عمل يجيره من ظير عدام رغيف العيش دون الانتغال بما هو أعلى منه أي الشيء الذي أصبح شراباً لا يحصل عليه الفقراء بسهولة بعد التلاعب في أسعاره التي لا تقل عن مئة ريال للكأس الواحد بطالة وفقر وغلاء جلبتها حرب وحصار ميليشي الحوثي فدمرت حياة الكثيرين لا سي مشاريحة العمال بالأجر اليومي القابعين بين الأمل والملل دون أن يلتفت إليهم أحد لكنهم يرون أن الصندوق الاجتماعي لم يستوعب البعض منهم في برنامج النقد مقابل العمل ولذا هم غاضبون نطلب من الأستاذ محمود محافظة تعز أن يوقه الصندوق الاجتماعي للتنمية وحاول حل جديد لهؤلاء المساكي من توفير أعمال النقد مقابل العمل نحن لا نريد صدقة من أحد نحن نريد أن أكل بشقاء عرقنا وما لملك من كفاءات أما الصندوق الاجتماعي فقد برر عدم استيعابه للكثيرين من أبناء تعز بحيث لم يتمكن حتى اليوم من تشغيل الأسر التي قبلت في البرنامج وكأن تعز مدينة سياحية لا منكوبة كما وصفتها الحكومة الشرعية وصلنا شكاوي كثيرة لأنه في عمال ما تسجلوش في بعض الأسر برضو ما تسجلت هذا راجع لأنه راحت عليهم فصلا التسجيل لكن نحن لا نستطيع أن نستوعب كل مواطن داخل تعز ونسجله في البرنامج نحن لسنا بديلين للدولة أو لإعطاء مخصصات أو لإعطاء لا هي مشاريع تنموية يتم التخطيط له ووضع ميزانيات ومعايير محددة له بعد ساعات فقط يبدأون بالانسحاب التدريجي المصحوب بالقهر والعجز الذي لا يخلف إلا اليأس لكنهم عند كل صباح يعودون ثم ينسحبون وهكذا 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 حتى أصبح قدومهم لا لشيء إلا لينسحبون يشرقون مع الشمس معلنين تمسكهم بالحياة وللبحث عن عمل يعيش على مردوده لكن ميليسيا الحوثي قطعت أرزاقهم ليعيشوا على أمل رغم المعاناة عبد العزيز سبحاني من شباب تعز بحضور رسمي وشعبي كبير اختتم في محافظة الضالع دور شهداء موريس بعد نحو شهرين من انطلاقه تخليدا لذكرى الشهداء وإصرارا على الانتصار للحياة واستمرارا للصمود والكفاح ضد ميليشيا الموت الحوثية الإيرانية هنا على مقربة من مناطق المواجهات في جبهة موريس شمال الضالع شهدت منطقة عساف مهرجان رياضي وكروي حاشد في اختتام أكبر دورة رياضية تشهدها المحافظة بحضور شعبي كبير تقدمته قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في موريس قد قمنا هذا الدور قبل حوالي شهر ويتكون من 24 فريق قسمت إلى 8 مجموعات كل مجموعة 3 فرق في التصفيات الأولية خارج 8 فرق وتأهلها دور الـ 16 وما ثم دور الثماني ومن ثم المربع واليوم نحن في المباراة النهائية حمل اسم الدوري دوري شهداء جبهة موريس في رسالة أخرى من ميادين كرة القدم ترسلها موريس المنطقة والجبهة نريد من هذا الدوري أن نوصل رسالة إلى ميليشيات الحوثين أننا سنستمر بحياتنا الطبيعية رغم القصف رغم الصواريخ رغم مدافعهم أننا لن نخاف لن نخاف لن نخاف وسنظل صامدون 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 وفي المباراة الختامية التي احتضنها ملعب المدرج والتي جمعت فريقي النهضة المدرج والأنصار الجبارة المتأخلين إلى نهائي الدوري وأدارها الحكم أحمد البدوي كانت أجواء الحماس حاضرة منذ انطلاق صافرة البداية وقدم الفريقين عرضا كرويا أبهر الحاضرين لينتهي الشوط الأول بهدفين للأنصار مقابل هدف للنهضة لتزداد أجواء المباراة اشتعالا مع بدء الشوط الثاني حاول منذ انطلاقته فريق النهضة هز شباك الأنصار دون يدوان لتنتهي المباراة بفوز فريق الأنصار الجبارة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لنهضة المدرج هذه الدورة الأولى من نوعها لدوري شهداء مريس مريس ضحت بأكثر من 200 شهيد تقريبا أو أكثر وإن شاء الله بإذن الله هذه الجبهة الصامدة لن يدخلوها مادا فيها رجال هي آمنة بأهلها وعقب انتهاء المباراة قامت إدارة الدوري وقيادة الجيش الوطني بتكريم فريق الأنصار الفائز بكأس الدوري والميداليات الذهبية وتكريم فريق النهضة المدرج بالميداليات الفضية في المركز الثاني فيما تم تكريم فريق النصر شقران في المركز الثالث ولم ينتهي المشهد هنا فقد شهدت مدينة الجبارة احتفالات شعبية واسعة وغير مسبوقة واكتضت شوارع المدينة وأزقتها بالجماهير المحتفلة حرب ورياضة مشهد آخر تتميز به هنا مريس لتؤكد أنها عصية على الغزاء فالصمود يتواصل والحياة مستمرة وهنا في منطقة الجبارة احتفالات متواصلة بفوز فريق الأنصار في كأس شهداء دوري مريس علي الأسمر يمن شباب أفضالك نهاية النشرة تابعة استعدادا لتحريرها الجيش يطبق الحصارة على ميليشية الحوث في قانيا في البنداء وتدفق لتعزيزات ضخمة من مأرب والشبوى والشرعية تسيطر على عدد من المواقع بجبهة كتاف وقائد محور صعدة المعركة لن تتوقف إلا بعد التحرير الكامل كما تبعتم أيضا الميليشية تفشر في إطلاق فاليستيان على محافظة مأرب والبيت الأبيض يدين هجوم الحوثيين على نقلة نفط قبالة ميناء الحديثة هذا المشاهدين كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم نشكركم على عطيب المتابعة فيما لله ترجمة نانسي قنقر